أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابية الذي استهدف المصلين بسيارتين مفخختين في مدينة بنغازي الليبية والذي أصفر عن استشهاد نحو 33 مواطنا وإصابة 70 آخرين وأكدت الخارجية في بيان إدانة مصر لجميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأمن والاستقرار في ليبيا مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجبه بصورة حازمة تجاه تكفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية كما أشار البيان إلى أن انتشار مثل تلك الأعمال الإرهابية في ليبيا هو نتاج مباشر للسمرار ظاهرة تهريب السلاح دون رقابة صارمة من المجتمع الدولي